مرة أخرى تقف الميليشيا حجر عثرة أمام أي جهود مبذولة من شأنها إيجاد انفراجة في المشهد اليمني المعتم كانت جائحة كورونا التي تعصف بالبلاد دافعا أخلاقيا لتحريك ركود ضمير الأطراف المتصارعة لكن ذلك لم يحدث مبعث هذا الكلام ومرده تصريح لوزير الخارجية محمد الحضرم قال فيه إن الحكومة وافقت على مبادرة المبعوث الأمم إلى اليمن مارتين جريفث لوقف إطلاق النار وتشكيل وحدة مشتركة لمواجهة فيروس كورونا مضيفا أن الموافقة تشمل فتح الطرقات كاملة لا سيما في تعز وفتح مطار صنعاء للرحلات الدولية وسداد رواتب جميع الموظفين والإفراج عن جميع الأسرى واستئناف المشاورات لكن ميليشيا الحوثي عاندت للمرة الألف ورفضت المبادرة وذلك دليل آخر على أنهم لا يرغبون في السلام ولا يكترثون لمعاناة اليمنيين حسب تعبير الحضرم الذي دعا مجلس الأمن والمجتمع الدولي لكشف المعرق للحقيق للسلام وتحميل الحوثيين المسؤولية كاملة المبعوث الأممي إلى اليمن مارتين جريفث كان قد جدد دعوته إلى وقف الحرب وتوحيد الجهود للاستجابة لتفشي فيروس كورونا مشددا في بيان على أهمية إعادة توجيه مسار البلاد نحو المصالحة والتعافي وتمهيد الطريق لمستقبل أفضل داعيا الأطراف اليمنية إلى التخلي عن الحرب والانقسام والبناء على نقاط التقارب